من يعرف شنو يغطي اليوترس من الخارج؟ البروتونيال كافتي ينزل يغطي اليوترس من الخارج البروتونيوم يغطي غشاء البروتوني هذا الغشاء من يغطي راح يسوي طبقتين واحد من الأمام واحد من الخلف شو راح نسمي هذا التطابق عليه؟ راح نسميه البروت لجمينت راح يسميه البروت لجمينت الرابط العريض لليوترس فهذا راح يغطي بالكامل راح يغطي بهالطريقة هذا البروت لجمينت هذا الفليب ينتبهون هؤلاء الطريقة من خلف نسميه البروت لجمينت ونسيج الضام العريض اللي يغطي هذا الليجمنت العريض اللي يغطي اليوترس شنو يمسك الفالوبيان تيوب؟ ايضا اكو ligament suspensory ligament هذا suspensory ligament هنا عدنا بين ovary وال uterus ال round ligament هو يمسك uterus من العنق ويدخل من خلال ال inguinal ligament ويأتي لل لوبا ماجورا بال premium حيث يثبت اليوتيروس لان اليوتيروس مثل ما تعرفون هو بزاوية ايش قد على ال Vigina 90 اليوتيروس احنا من نرسمه بهذه الطريقة هو مو هالشكل بالحقيقة بالحقيقة هو عنده زاوية 90 على ال Vigina هذه زاوية 90 درجة على ال Vigina حتى هذا تبقى زاوية 90 من هو اللي يمسكه؟ ال round ligament ال round ligament فقط يغطي suspensory ligament مرتبط هنا في هذه المنطقة ما راح يجيبها للامام لانه ال round ligament راح يمسكه بهذه الطريقة طبعا من الطرفين من ايضا ال round ligament اخر من هذه جيش راح يسوي راح يخليه بزاوية 90 على ال Vigina من يعرف ليش هذه الزاوية موجودة؟ إذا راح ت هذه الزاوية شي صغير؟ لا 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 هسا فهمك شو نغلط بها هذه بقى هذه الزاوية 90 موجودة تشوفون انتو ال Vigina هسا هو انبوب لنفرض هذا ال Vigina لا 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 لحظة هذا بعد ما راح يقدر يفوت داخل ال Vigina هذه سموها Prolapse تدلي تدلي Prolapse تدلي فبالتالي اليوتيروس بهذه الزاوية 90 ثبت بهذا المكان بحيث يحافظ انه ما يتدلى داخل ال Vigina هل يتدلي هل يتدلي Prolapse هل يتدلي Prolapse بالPretonial Cavity بداخل ال Abdomen بالPretonial Cavity إضافة الى لغمت واحد اللي هو هنا بين الاثنين الميزوفيريام 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 لغمت من يعرف شنه فايدة هذا الميزوفيريام لغمت والبراود لغمت إذا ورا الحمل عرفوا هاي الفكرة ورا الحمل بعد الديليفاري طبعا هنانا البراود لغمت والميزوفيريام كلها متوسعة صح لو لا؟ لأن صار حمل بالتالي توسعت فإذا راح الطفل طبعا خرج راح يقل الشد عليها واضح لأنه خرج الطفل فراح يظل نوعا ما الضغط قليل على هذا النوع غير مجدودة كلش اش راح يصير بالأوفاريز؟ منو يعرف ش راح يصير؟ طبعا هنا هاي الأوفاريز هالشكل صايرة خلي يرسم لكم اياها هنا هذا الأوفاريز بهالطريقة صايرة منها الجهة ومنها الجهة اش قلنا ورا الأوفاريز اكو بالمحاضرة الفايتة؟ بين الركتم والأوفاري قلت لكم باوت مهمة دوغلرز باوت تدرون ش راح يصير بالأوفاريز؟ راح يصير بيها نفس الكلمة وين؟ بالدوغلرز باوت وراح تأدي إلى ألم داخل هذه المنطقة وراح تسوي ديس كونفورت للمريبة شون نقدر اشتموها؟ الميزة عن طريق الديجيطال اكزامنيشن وين؟ بالفيجينا راح نشوف هنا بالدوغلرز باوتش اللي هي هذا المنطقة راح نشوف اكو ماس او شي معين نقدر نتحسسه فنعرف انه صار برولابس طبعا اذا تشوفه بالالترسونغرافي بس كبداية لازم تبدأ بشي بسيط بعدين تتقدم فهنا تشوف الدوغلرز باوتش فهذا بالنسبة للليجيمنز بالنسبة للليوتروف خلا